وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق لبيك الله أمريك لبيك لا ذريك لا ذريك إلا الحمد والنعمة لك والمر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين في آخر خطبة عرفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يغفعها إلى السماء وينقطها إلى الناس اللهم مشهد اللهم مشهد ثلاث مرات مئة ألف أو يزيدون عدد ذلك الجمع الذي كان يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في ذلك اليوم العظيم يسألهم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون أفضل نبي يستشهد أفضل أثباع في تبلغه أفضل دين في زمان فاضل ومكان فاضل في اليوم التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة وفي عرفة ويشهد الله عليهم أنه قد أدى الأمانة وبلغ رسالة فنصح لهم وبالغ في النصيحة فيقولون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ونحن نحن بعد هذه القرون نستشهد نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته نشهد كما شهد أفضل هذه الأمة على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد وقد أمر الناس أمر الناس بالتبليغ حتى قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاء به من عند الله عز وجل ويفهم منه تبليغ الأحاديث بالطريق الأولى قال شيخ الإسلام ابن تيمية الدعوة إلى الله واجبة على كل من يتبعه يعني على كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أمته يدعوهن إلى الله كما دعا إلى الله ألا تستطيع أخي أن تنصح من يتعامل بربا وتقول تقول له يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَذَقُوا مَا بَقِي مَقِبَةً ألا تستطيع أخي أن تقول لمن يتساهل في النظر المحرم أن تقول له يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ألا تستطيع أخي أن تقول لمن يكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث إذا حدف كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان ألا تستطيعين أختي إذا سمعت من تغتاب أن تذكريها بقوله تعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبْ وَأَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُوَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا ألا تستطيعين أختي أن تقول لمن تنمص حواجبها لعن الله النامصات والمتنمصات إذن كلنا نستطيع التبلير عن نبي صلى الله عليه وسلم فلماذا هذا الكسل الأيات كثيرة والأحاديث كثيرة وكلنا نستطيع أن نبلغ عن نبي صلى الله عليه وسلم فليفعل كل منا حسب قدرته وحسب سطاعته وحسب حفظه وحسب فهمه لَأَبْرِكَ لَا دَيْكَ لَأَسْقِمْ إِنَّا الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُّ لَا دَيْكَ لَا دَيْكَ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء من أمر الشريعة وأحكامها يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ابن كثير رحمه الله هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله وسلم عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الإنس والجن ولا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به وهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الإخبار وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكملهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطام رضي الله تعالى عنه أن رجل من يهود قاله يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت أتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة قال ابن شرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بواحد وثمانين يوما قال السعدي اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكمل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع ولهذا كان كتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وصوله وفروعه وكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس بمعرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره وهو جاهل مبطل في دعواه قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا عليه وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ورسوله لقد جاء الدين الإسلامي دينا شاملا في العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملة وفي السلوك لقد بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمي به مكاغم الأخلاق فتمم النبي صلى الله عليه وسلم مكاغم الأخلاق تممها صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله تنكن وفعلا لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء علمنا حتى كيف نجلس عند قضاء الحاجة من بغلي وغائط كثير في الأداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاملة عامة آداب في الأكل آداب في الشرب آداب في التخلي آداب في اللباس آداب في النوم آداب في دخول المنزل آداب في الخروج منه آداب في دخول السوق آداب في دخول المسجد آداب في الخروج منه آداب في معاملة الناس آداب في كل شيء قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تعالى ونزلنا عليك الكتاب العلم حتى لا تقع في الوقوع في الذنب العظيم واسمع إلى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب محيم قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ أَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ فَلَا تَكْتُمُونَهُ كثمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال أو بلسان المقال فالسؤال لسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله يجهلون دين الله عز وجل يجهلون ما يلزمهم من الطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج يجهلون بعض الأعمال يجهلون بر الوالدين يجهلون صلة الأرحام كيف تكون حينئذ يجب بيان العلم يجب بيان العلم بالسان المقال ولو سألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها الواجب عليك أن تبينها ومن كتم علماً مما علمه الله فهو على خطر عظيم من كتم علماً مما علمه الله فهو على خطر عظيم والأخطر من ذلك من كان عنده علم فكان علمه وبالاً عليه يقول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانساخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يالهات أو تحمل كويا الهات ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مشهد مشهد عجيب مشهد غريب إنسان يؤتيه الله آياته إنسان يتفض الله عز وجل عليه بأن علمه العلم ويعطيه ويعطيه الفقصة حتى يبيني للناس حتى يكون سابا في هداية الناس مع ذلك فإنه ينسلخ من هذا كله سلاخا ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب يلهث انطوقد ويلهث لم يطارد قال يحيى ابن معاذ إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهم الدنيا وقال عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما أحب قال مالك ابن ذي نار قرأت في بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول إن أهوى ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه كان يحيى ابن معاذ يقول لعلماء الدنيا يا أصحاب العلم يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية وماثمكم جاهلية ومذهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية وقية لبعض العارفين أترى أن من تكون المعاصي قوقة عينه لا يعرف الله قال لا شك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى وجاء في الحديث من طلب علم إما يبتغى به وجه الله ليصي به عرض من الدنيا لم يجد لم يجد لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتعلم ليعمل وأن يكون وأن يكون ما تعلم عجة لنا لا علينا وأن يعلمنا العلم النافع وأن يكون العلم ليتعلمه حجة لنا لا علينا نسأل الله عز وجل أن ننتفع بما قلنا وبما سمعنا وأن نكون ما قلناه وما سمعناه حجة لنا وأن تكون ما تأملناه في الحلقات السابقة مما ينفعنا عند الله عز وجل والله تعالى أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه اليوم الدين لك والمر لا تعيج لبأيك اللهم يبأيك لبأيك لأدريك ألاعبيت إن الحمد وأنعبت لك والمر لا تعيج لبأيك اللهم يبأيك لبأيك لا دريك ألاعبيت إِنَّ الْعَمْدَ وَالْمِعْمَدَ لَدَانِ